على السريع محمود لو بنتكلم بصراحة هل تشوف نفسك أنه أنت تبيع وهم للناس؟ لا يبدأ وانا قلتها وانا قلتها توي قلتها وقلتها مرتين بقام بها الحلقة انا ليس هدفي لشخص الموظف أخلي ينتقل في علم التجارة الإلكترونية انا شخص اقضي على الوهم انا الشخص اللي يعني كده في باله ان الامور البيزنس سهل والبيزنس بسيط وانا بدخل البيزنس وبستقدم استقالتي بدخل البيزنس والبيزنس سهل انا هذا اللي ابي اقضي عليه انا هذه العقلة ابي اقضي عليه ابي ابي ايلا فعلا مخاطر البيزنس ابي ايلا حتى ايجابات البيزنس كيف تقدر تنطلق فيه كيف تنطلق بشكل صحيح كيف يكون معك خبير جاسي ماشيك فبالعكس ابي اقضي انا على هذا الشيء اساسا اوكي واضح جدا لانه هذا كلام يعني اعرف انه انت يمكن ذكرته في اكثر من لقاء وفي اكثر من مرة لكن الناس لازم تقتنع ولازم تستوعب لان الشخص الناجح او الشخص البارز ثم يجي هجوم وهذا شيء وارد يعني طبيعي وتديني كانوا قاطعة بس تدينيش ايش السالفة السالفة هذه اغلب اللي خننقول مادر ايش يسميهم مؤثرين مشاهير اللي يطلعون بشكل كبير في السوشيال ميديا وبالذات يكون اللي عندهم لقاءات طويلة مثل بودكاست 1000 ساعة ومثل بودكاست كان ساعة 45 دكيجة مليان بودكاست 4 ساعة و5 ساعة يعني مستنى الشخص حين يتابعها بشكل كامل يعني نادر جدا الشخص الفاضي اللي يتابعها بشكل كامل ولكن انا فاضي ليس اقصد الفاضي بسبب العكس الفاضي انه فراغ في وقتك عادي يتابعها والعكس شيء جميل والحن بتكرم كأمور المتابعة لبودكاستات ولكن غالبا يصير عملية قص ويتم نشر اللقطات فداما هالقص هو قصت خمسين ثانية لو واحد سمع ثلاثين ثانية بيسبك ما رح يدركها مثال من شخصات المميز صدقا أبو نورا محمد أبدو محمد أبدو منتشر عنه انتشار قوي جدا ممكن اللقطات المنتشرة ان لا تقلوا يصالف خلي باس يغني مدري ايش مدري ترى محمد أبدو وماذا تسوى مدري والله انشفت لها لقطات كثيرة ممكن احد اللقاء حتى عندكم في روتانا في الليوان سوى لقاء مميز قبل فترة انتشرت له لقطات الناس ضحك عليها اللي تابع لقاءه كامل في البودكاست مساعدة ضحف العكس ممكن حتى ربما يبكي شوي لان فعلا لو شوفوا بداياتها وكيف انطلقوا وكيف نجح فالخلص انها لقطات القص هذه مصيبة هذه الخبر الأمور لكن لما يساعد لقاء كامل من أكس والله انه بيشوفها الشخص ملك لان في قبلها كلام وفي بعدها كلام وفي بعدها تبرير ممكن يكون يعني